خادم الحرمين الشريفين القائد الاعلى لكافة القوات العسكرية اصحاب الجلالة والفخامة والسمو ايها الحفل الكريم هنا في هذه الارض المباركة ارض العلم والايمان ومنبع النور والامن والامان وتكريم الانسان بلد الحزم والعزم 25 دولة داعية للحق راعية للسلام في هذا اللقاء الرائع حيث الاخوة والصداقة على اروع معاني الانسانية ردع العدوان ونشر المحبة والسلام حفظ الحقوق والزهار التنمية هي النتائج المرجوة من هذه الفعاليات في هذه المناورات ها هو عالم الدولة الخباق يشق طريقه بعز وشموخ واباء ليمر من امامكم حاملا شعار التوحيد والعقيدة السمحة والتي تستقي منها قواتنا المسلحة عقيدتها الصحيحة ومنهجها القويم ونبراس نصرها وسلامها تليه رايات دول اجتمعت على الخير في بلد الخير لدعم الامن والسلام والتعاون والتكاتف والتعابط جمهورية القمر المتحدة المملكة الاردنية الهاشمية جمهورية افغانستان الامارات العربية المتحدة الولايات المتحدة الامريكية جمهورية باكستان الاسلامية مملكة البحرين جمهورية بنجلادش الشعبية جمهورية برقينفاسو جمهورية تركيا جمهورية تشات جمهورية جيبوتي جمهورية السودان سلطنة عمان جمهورية غامبيا الاسلامية جمهورية غينيا دولة قطر دولة الكويت مملكة اتحاد ماليزيا جمهورية مصر العربية الجمهورية الاسلامية المريفانية المملكة المتحدة جمهورية النيجر الجمهورية اليمنية ستظل رايتك الوحيدة ستظل يا وطني كرايتك التي لا تنحني في شدة او في رقا تتقدم هذه التشكيلات القوات البرية الملكية السعودية وهم يخطون خطوات واثقة نحو التقدم والتطور والنماء وهم يوقعون اياد الجد والمتابرة يمدونها عهدا عليهم وولاء منهم ان لا يتخاذلوا عن شيء من مسؤولياتهم سليها وبارواح مقاتلة مشرئبة بحب وطنها وحدة رمزية من ابطال القوات الجوية الملكية السعودية الصقور الجارحة صواعق السماء من جميع التخصصات الفنية ومن خلفهم افطال مساندون بمختلف المجالات العملياتية والامنية يعملون يدا بيد بجد واخلاص لتحقيق هدف واحد ان يدفعوا بالطائرات الى السماء القوات البحرية ملأنا البر حتى ضاق عنا وظهر البحر نملأه سفينة قوة تعمل في البحر والبر والجو في البحر لها قطع بحرية بمختلف البهام والاحجام والتسليح وفي البر لها رجال يعملون ويخططون وفي الجو لها مروحيات تساهم في مساندة القوات الجوية في مهامها وعملياتها البحرية قوات الدفاع الجوي يستعرض امامكم الان يا سيدي مجموعة الربزية من اطال قوات الدفاع الجوي حراس اجواء المملكة من كل عدوان اثم غيونهم تراقب سماء الوطن حرس الحدود حماس الحدود والعين الساهرة في صون الثغور وحمايتها اولئك الصامدون على حدود وطننا الغالي فهم بكل فخر واعتزاد يحتسبون انهم العين التي باتت تحرس في سبيل الله وزارة الحرس الوطني رجال المواقف والذائدون عن ترى هذا الوطن بكل غال ونفيس المدافعون عنه بكل بسالة وشجاعة وهم يحرسون اغطى بطاع الارض واطهرها في خليج الخير كنه يوم عيد والمشاعر كلها قدر وسلامة والله انه عندنا يوم سعيد شاركال اردن وصلونا النشامة ويمر من امامكم الان كوكبة من نشامة المملكة الاردنية الهاشمية يهلى الامارات الابات الشامخين في حبكم ما نسمع ليبغضون وكانكم والله واحد من اثنين اما في وصف الجور والله في العيون يستعرض امامكم الان ابناء الامارات العربية المتحدة امارات العطاء والتقدم وهؤلاء نخطة من ابطال جمهورية باكستان الاسلامية ارض حضارة واب السن وهم نخبة من المحترفين في دنائهم البدني واليقي والمتميزين في تخطيطهم لاحترافه والعسكري في عيون البحرين مطيط فالها دار الكرامة والمحبة والسعد فن القيادة والريادة نالها محبوب شعبة قائد النهضة حمد وهاهم ابناء مملكة البحرين الشقيقة لؤلؤة الخليج العربي المبدعون في جدهم واجدهادهم بلد الارد والحضارة القوات المسلحة التركية التي شرعت منذ وقت طويل في برنامج تحديد شامل لقواتها العسكرية حتى اصبعت متكاملة على نحو المتزايد جمهورية تشاد ذات المموث الثقافي الافريقي المميز خمزة وصل بين دول افريقيا وتمتلك قوات عسكرية مميزة في وحداتها وتضامنها هؤلاء الابطال هم من جمهورية جيبوتي الدولة العربية في القرن الافريقي حيث سطرت لها مواقف دائمة وعضيتها المستمرة في العديد من المنظبات العربية والاسلامية وتشاهدون امامكم مجموعة رمزية من رجال القوات المسلحة لجمهورية جامبيا الاسلامية من اعرق دول الغرب الافريقي وهي احدى الدول الاسلامية التي لها مواقفها المشرفة في وحدة الصف واجتماع الكلمة جمهورية غينيا شعارها الوطني عمل وعدل واخاء وفيها تتعدد اللغات واللهجات والثقافات وتتفق السياسات والانجمعات وتبني مجدها ووطنها منا لابطال العبور تفية الدين يجمعنا بكم والخندق ان الجهود اذا توحد شملها فالنصر ان شاء الاله محقق ها هم رجال الجيش المصري يتقدمون بخطا وافقة متوشحون باوسمة النصر ومتسلحون بالخبرة والكفاءة القتالية العالية القوات الخاصة نالوا اقسى التدريبات واقواها واشملها واعلاها عملهم خلف خطوط العدو منفذون مهامهم ليلا ونهارا ضرا وبحرا وجوا والان يا خادم الحرمين الشريفين سوف يمر من امام مقامكم واشاوس القوات الخاصة البحرية واشود وحدات المظليين والقوات الخاصة من قواتنا البرية وهم يتدفقون عنكوانا وحماسا ويطرقون باقدامهم القوية ابواب البطولة والتضغية شباب طامح للفوز للامجاد نهاب شديد بأسه حر له في الحرب انياب فنون الحرب اتقنها قدير الفعل حراب ثم تلها مجموعة رمزية لابطال القوات الخاصة السودانية انعم بسمران السواعد موقفا اهل المروءة والامانة والصفا سنقول للسودان سر جهرا او خفا انتم صناديد الاخوة والوفا الرجال الصناديد وحوش الحرب وعنوان الصبر قتالهم ذو بأس شديد وروحهم تعانق سحاب النصر القوات الخاصة الكويتية على ضفاف خليجنا يا كاظمة تاريخ مجدك والمآثر قائمة يا درة مصيونة برجالها من الاذى والشر تبقى سالمة البارعون في تذليل الصحاب والمؤهلون بأهم الدورات العنيفة عرض الاليات والمعزات المتحرك هذه المنظومة المتكاملة في ابعادها هي العقد الفريد والتي تعمل دائما في تناغم وتميز وتعاون مختلف مع منظومات التسليح للدول المشاركة في تمرين دمع الفريد المشترك واحد تمر من امامكم توكبة من الاليات العسكرية والتي تمثل مجموعات رمزية لما تشمل عليه قواتنا المسلحة من قدرات فائقة التسليح وكذلك عددا من آليات ومعدات بعض الدول الشقيقة المشاركة في هذا التمرين معدات وآليات القوات البرية الملكية السعودية الركيزة الاساسية على مر التاريخ وهي الدعامة الرئيسية لمسيرة النصر في قواتنا المسلحة والتي تمتاز بكفاءة ضباطها وافرادها فهم المدربون بكل كفاءة واقتدار على ترسانة متطورة من الاسلحة القتالية إنهم نخبة عالية الهمة من الضباط والأسراد موشحون بسلاح الطموح وسلاح الصبر والإرادة مدربون بكفاءة عالية على أعلى المعايير القياسية إن هؤلاء المذهلون في نشاطهم وكفاءتهم المذجعون في عطائهم المنتظم الدقيق يعشقون دوية المدافع وصواريخ الراجمات ويذهلون الأعداء بقوة الضرب وحسنهم للمعارك سلاحهم القوي مصدر ثباتهم تدمير العدو وتشكيلاته مصدر ثقتهم قوتهم وسرعتهم مصدر عزهم وافتخارهم تمر من أمامكم الآن يا سيدي معدات وآليات القوات البحرية مختلفة المهام والتسليح والأحجام والأنظمة يتقدمها مدرعة مدولبة خفيفة الحركة تستطيع المناورة بكل سهولة ولها عدة أنواع تستخدمها مشات البحرية في مناوراتها العملياتية يليها عربة الإزالة التابعة لوحدة الأمن البحرية الخاصة مجهزة لمهام إزالة المتفجرات يليها عربة الأكمات عربة قتالية تستخدم للاستطلاع وتنفيذ مهام القوات الخاصة تليها زوارق العمليات الخاصة تستخدم للمهامات الخاصة السريعة والاشتباك مع أي زورق بحري وتسهيل مهام الاقتحام وعمليات مكافحة الإرهاب يمر من أمامكم الآن نظام صواريخ بسريوت وهو أحد أنظمة الدفاع الجوي مضاد للطائرات والصواريخ معا ويعتبر من أكثر الأنظمة كفاءة وفعالية يليه نظام صواريخ بسريوت أحد أنظمة الدفاع الجوي متوسط المدى له القدرة على اكتشاف وتدمير التهديدات الجوية المعادية والتعامل ضد التشويش الإلكتروني يليه نظام صواريخ شاهين أحد أنظمة الدفاع الجوي سلاح قصير المدى مضاد للأهداف الجوية التي تحلق على ارتفاعات منخفضة ومنخفضة جدا يتميز بدقة التدمير وكثافته يليه نظام المدفعية 35 مضاد للطائرات سلاح يتعامل مع الأهداف الجوية التي تطير على ارتفاعات منخفضة ومنخفضة جدا يستعرض من أمامكم سيدي هذا السلاح بقدراته العالية التي تحتوي على رادار متطور يقوم بعمليات البحث والتتبع وزارة الحرس الوطني ها أنتم الآن تشاهدون عددا من آليات ومعدات وزارة الحرس الوطني والتي تعد أحد أهم القوات العسكرية السعودية والمشاركة بفعالية عالية مع مهام من وزارة الدفاع أثناء الحرب ومساندة وزارة الداخلية وهي اليوم تدخر بجاهزيتها القتالية وكفاءة منسوبيها وقدراتهم العسكرية في تأدية واجبهم الوطني في كل زمان ومكان إن وزارة الحرس الوطني تعمل بتفان وإخلاص في سبيل تطوير الحرس الوطني على أحدث التجهيزات والمعدات العسكرية وبتفوق وتبيز للضباط والأفراد العاملين على هذه المنظومات الحديثة ها هم يستعرضون من أمامكم بعزم الرجال وفدائية الأفطال ويسطرون للعالم أجمل عبارات التمييز في فنون الحرب وشراسة المقاتل العنيد قوات حرس الحدود ها أنتم ترون عددا من آليات ومركبات حرس الحدود أولئك الرجال الذين بعطائهم وتضحياتهم جيلا بعد جيل أصبحوا لحدودنا درء عن واقية وحسنا منيعا لسلامة الوطن والمواطنين تحتوي آليات حرس الحدود على مدرعات خفيفة الحركة ذات قدرات عالية على المناورة مزودة بأحدث ما وصلت إليه التقنية الحديثة وكذلك عربات مخصصة لنقل الجلود والإخلاء وعربات التدخل السريع كما تحتوي على زوارق الاقتحام والتي تستخدم في إسناد عمليات مكافحة الإرهاب البحري وحماية المرافق البحرية كما تحتوي على كاميرات حرارية تعمل بالأشعة تحت الحمراء القادرة على الكشف الأحداث ليلاً ونهاراً بالإضافة إلى عربة الاستطلاع SRV من العربات المتطورة والتي انضمت حديثاً ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين لحماية الحدود في هذه اللحظات تمر آليات مشاركة من مملكة البحرين الشقيقة والتي يعمل عليها نقبة من الضباط والأفراد المقاتلين بكفاءة وتميز إنما تشهده هذه القوات من عمليات تطويرية ليجعلها قادرة على تنفير أي مهمة تكلف بها لحماية أمنها واستقرارها كما أنها لا تتوقف عملية التدريب والتأهيل المستمر على كافة الأسلحة في داخل مملكة البحرين وخارجها لقد أسهم هذا التأهيل بعون الله في تحقيق أهدافه المتمثلة في حفظ الحدود وأمن الوطن والمواطن الإمارات العربية المتحدة تمر من أمانكم الآن مجموعة الرمضية من الآليات العسكرية للإمارات العربية المتحدة والتي تسميز بتطورها وتقدمها المستمر في جودة التسليح وتأهيل الكوادر المتدربة على العديد من المنظومات التسليحية الحديثة وباصناعتهم الوطنية المتميزة دولة الكويت ها هم أبناء الكويت الذي يقدم أبطاله البواسل أنموذجا فريدا للعمل الوطني والعطاء الجاد بكل صدق وإخلاص والذين يحافظون بكل حرف على أمن الكويت الحبيبة ويدعمون قدراتها على توفير الحياة الكريمة لأبناء شعبها ومواطنيها وفي نهاية هذا العقد الفريد من الآليات والمعدات الأرضية تشاهدون المستشفى الميداني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة الملكية السعودية وفي لوحة جميلة تزين السماء وتزرع الشموخ في أرض العطاء يبدأ العرض الجوي بعد قليل بدخول أسراب من سقور ثمرين درع الخليج المشترك واحد وها هي طائرة الكنغ اير تدخل من على يسار المنصة لعمل المسح الجوي والاستئذان لبدء العرض الجوي ومن أمام المنصة مباشرة دخول أول كثلة جوية من الطائرات المقاتلة التابعة للدول المشاركة على شكل درع فوق سماء الخليج ممثلة بذلك درع الخليج المشترك ولهذا الدرع رقم وهو الرقم واحد مجموعة من الطائرات المقاتلة مشكلة الرقم واحد عليها وفي تشكيل الألماصة مجموعة من طائرات الترنيدو الهجومية ومن على يسار المنصة بعد قليل ستهم الكثلة الجوية بالدخول بشكل تتابعي للطائرات الإسناد فتقدمها طائرة التزود بالوقود الحديثة مر تي تي وهي من أحدى الطائرات التزود بالوقود والتي تتميز بأنها تحتوي على نوعين من هذه الأنظمة بما يمكنها من تزويد جميع طائرات درع الخليج المشاركة بالوقود جواً وعلى جميع الارتفاعات وها هي أمام المنصة الآن يليها طائرة الإنذار المبكر الأيواكس وهي منظومة السيطرة المحمولة جوا لمراقبة الأجواء على مدار الساعة ليلاً ونهاراً وسستخدم للعمليات الجوية الدفاعية والهجومية على حد سواء حيث تقوم باكتشاف الطائرات المعادية بمختلف أنواعها وعلى جميع الارتفاعات ويليها كما تشاهدون الآن طائرة آر جي وهي طائرة مراقبة واستطلاع الالكتروني تحتوي على أحدث الأنظمة الالكترونية والتي تمكنها من تنفيذ مهامها بكل اقتدار يليها كما تشاهدون الآن طائرة التزويد بالوقود كي ثري محطة الوقود العائمة بالسماء والتي تسمح للطائرات بالبقاء مدة أطول في الجو مما يؤدي إلى زيادة مداها وبلوغها الأهداف في أراضي العدو وها هي طائرة النقل سيوان تيبتي تتقدم من على يسار المنصة متمثلة بعملية اسقاط مساعدات كنوع من أنواع المهام التي تقوم بها هذه القوات الباسلة ووضوح الجانب الإنساني وشمولية الأداء في دور القوات الجوية بالسلم والحرب وتستخدم كذلك لأغراض الشحن والدعم الجوي وتتميّد بحمل المعدات والأفراد بسرعة ومرونة ومن على يسار المنصة كذلك دخول أنواع متعددة من الطائرات العمودية وتتقدمها الآن ثلاث طائرات من نوع أباتشي التابعة لكل من القوات البرية الملكية السعودية وقوات الحرس الوطني السعودي ودولة الكويت المروحية الهجومية عالية التسليح ذات ردود أفعال سريعة وبإمكانها أن تهاجم مسافات متنوعة في عمق المعرفة وتستخدم بشكل أساسي لتدمير الدبابات والعربات المصفحة يليها تشكيل ثنائي من طائرة كوغر التابعة للقوات الجوية الملكية السعودية وهي طائرة مروحية مسلحة تستخدم العمليات البحث والإنقاذ القتالي وبإمكاناتها وقدراتها العالية تستطيع إنقاذ الأطقم الجوية أو الأرضية من الأراضي المعادية ها هي تمر أمامكم الآن وسيليها أربع طائرات من نوع سوبر بوما بنوعيها F1 و M1 التابعة للقوات البحرية الملكية السعودية والتي تقوم بالعمليات القتالية ضد الأهداف البحرية وإسناد سفن قوات الدول المشاركة في عملياتها القتالية في عرض البحر وكذلك تمرير المعلومات إلى مركز القيادة والسيطرة بالأساطيل ومن على يسار المنصة أيضا زخول تشكيل من طائرات بلاك هوك التابعة للقوات البرية الملكية السعودية وقوات الحرس الوطني السعودي والتي من مهامها نقل الأفراد داخل منطقة العمليات وفي مناورة جوية حية واشتباك جوي مباشر ستهم طائرتان بالدخول من على يميني ويساري المنصة من الخلف طائرة الثايفون وطائرة F15C الدفاعية لعمل ما يعرف في عالم الطيران بالاشتباك القريب وعندما يرى كل طيار الطائرة الأخرى بالعين المجردة أهي الطائرتان سهم بالدخول الآن تحدث عادة هذه الأنواع من الاشتباكات على ارتفاعات عالية لا ترى بالعين المجردة لمن هم على الأرض ولكن في هذا اليوم تم خفض الارتفاع ليتسنى للحضور مشاهدة جزءا منه تشاهدون الآن طائرة التايفون وهي تكسب التفوق الجوي بعد أن تمكن قائدها من وضع الطائرة الأخرى في مرمى الهدف وفي هذه الحالة يكون قادرا على إسقاط تغادر الطائرتان الآن في شكل عمودي حيث أنها تستطيع الوصول إلى ارتفاع 35 ألف قدم في مدة لا تزيد عن أربعين ثانية فقط وكتكتيك جوي مقاتل للفوز بهذا الاشتباك يحاول كل طيار وضع طائرته خلف الطائرة المعادية مستخلما الطاقة القصوى ومتسلحا بالعلم والمعرفة وكل ما تعلم وتدرب عليه من قبل وبعد قليل ستهم الطائرات المقاتلة بالدخول من على يسار المنصة لأداء التحية وإعلان نهاية العرض الجوي لتزرع في أنفسنا الإحساس بالفخر والاعتزاز عبر صهيل أصوات محركاتها النفاذة وسيتقدمها تشكيل ثنائي من طائرات فا 15 اس متعددة المهام هجومية ودفاعية التابعة للقوات الجوية الملكية السعودية لا يخفى عليكم جميعا الدور الكبير للقوات الجوية الفعال في أرض المعركة ومهامها المتعددة كالتحريم الجوي وكذلك الدفاعية التي تعرف بأنها كافة الإجراءات والوسائل المعدة والمخصصة لإبطال أو تقليل فعالية العمل الجوي الهجومي المعادي دخول الآن من على يسار المنصة طائرات فا 15 اس متعددة المهام التابعة للقوات الجوية الملكية السعودية لعمل أداء التحية أمام المنصة التشكيل التالي هو لطائرات جي جي اف سيفنتين التابعة لجمهورية باكستان الإسلامية تشكيل ثنائي من طائرات فا 16 التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة أو أيضا مست 위해 التي تسدفها وعمل أداء التحية التي تذكرها طائرات التايفون التابعة لدولة الكويت طائرة فا 16 التابعة لجمهورية مصر العربية التشكيل التالي تشكيل رباعي من طائرات فا 15 سية دفاعية التابعة للمملكة العربية السعودية ويختتم هذا العرب بطائرات الترنيد الهجومية وهو التشكيل القادم من على يسال المنصة كما تشاهدون تشكيل رباعي من طائرات الترنيد الهجومية سيدي خادم الحرمين الشريفين القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية أصحاب الجلالة والفخامة والسمو بالسلام الملكي تختتم فعاليات تمرين درع الخليج المشترك واحد أعملين من الله عز وجل أن يوفق قواتنا المسلحة لحماية أوطاننا وأن يديم علينا جميعا الأمن والأمان إنه ولي ذلك ولي القادر عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام الملكي السلام الملكي سلام خذ اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سيلا خادم الحرمين الشريفين يرعى ختام تمرين درع الخليج المشترك